اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في البديني مساعد اول وزير الداخلية سابقا من منا لا يتابع تطورات الحالة الامنية والنجاحات المتتالية التي تحققها ليس فقط وزارة الداخلية وانما النظام المصري في مواجهة وحش التطرف الذي صار يؤرق بافعال دول العالم اجمع اما زوجته فهي السيدة ابتسام عبدالعزيز مجير احد البنوك الدولية العاملة في السوق المصري وحوار لا يقل اهمية حول اخر تطورات الوضع الاقتصادي المصري وتوقعاتها حول نتائج الخطوة التاريخية والتي اخدمت عليها الحكومة المصرية بتعويمها للجنيه المصري في مقابل الدولار الحالة الامنية والحالة الاقتصادية للبلاد في الماضي والحاضر والمستقبل موضوعات تشغلنا جميعا لتأثيرها البالغ على مصرات حياة كل مصري من ابناء هذا وطن اهلا بكم مشاهدين مرة تانية دايما في بيت العيلة بنصطديف اسرة متميزة في مجال النهاردة معانا اسرة متميزة في اكتر من مجال مجال الزوجة ومجال الزوج معانا النهاردة السيد الواء الدكتور عبداللطيف البديني مساعد أول وزير الداخلية السابق وأستاذ إدارة الأزمات أهلا بحضرتك أهلا بك يا فنس ومعانا الزوجة الأستاذة اتسام درويش مديرة بأحد البنوك أهلا بك يا فنس أهلا بحضرتك يعني معانا مجال هنتكلم محضرتك عن الاقتصاد هنتكلم عن البرصة هنتكلم عن الأزمة المالية الأزمة الاقتصادية هنتكلم محضرتك عن الأمن إن شاء الله خلونا نبدأ بالسؤال اللي بحب أبدأ به دايما أن الحلقة وهو بعيد عن كل المجالات دي نتكلم في الأسرة شوية والناحية الاجتماعية ونرجع بيكو للزمان شوية وأول تعرف واللقاء اسمحيلي أنا أحكي على أن في قصة طريفة جدا كده أنا كنت راكب العربية بتاعتي أنا وخالي الله أرحمه وماشي عند قدام القاهرة أم لقيت عربية ولاقيت بنوتا اللطيفة وحلو أوي أنا في الفترة بصيت لخيلي قلتنا ناجل جوز البنت دي على طول كده؟ أو الله يعني فضل من أول نظر أو انجزاب انجزاب طبعا ما فيش وخاصة أن أنا كنت يعني رائد وما كنتش بتجوز كانوا بيحاولوا في والدتش اللي أرحمه وقال لي عايزين يجوزون يعني عم بصلي وضحك تاني يوم قال لي تعالى حنروح بشوار كده رحت معاه أتاري ممتها تبقى بنت عم والدي بس يعني داير شوية أرابة من بايد آه ومش من بعيد أوي يعني ولكن كان فيه انقطاع الصلة لفترة الزمانية لأنا كبرت فيها يعني 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 بقيت فيها أم تقدمت لها وطبعا أبوها الله أرحمه كان مش موافل لنزابة بوليس طيب إيه المشكلة يعني شغلنا كتير ويعني متعمين مش موافع على حدرك عشان زابط بوليس آه آه أما ممتها بقى اللي صممت على أعي أعني طب ورأيك بقى فين يعني من القصة هو حصل له انجذاب من أول نظرة إنت مشوفتهوش أصلاً لا لا أنا احنا اتعرفت بقى بيهوه فيه توافق الحمد لله يعني أول حتى ما شفت خدت عليه بسرعة مش عارفة إزاي يعني حصل توافق آه توافق الحمد لله وبعد كده طيب يعني كانوا بيحاول بالرغم إن أنا كنت في المباحث بس لبستلها رسمي اليونيفورم عشان أجذبها شوي عشان البنات بيحبوا الزباطه يعني كتير من البنات يقولوا أنا عايز أتجوز زابط بالبدلة كده وخصوصنا فترة من الفترات آه الفترة من الفترات فحيح أعلم كنت بالبس مدني لكن اللي بستلها مخصوص وعملت شغل آه عامل أصدرت التأثير الإجابي المطلوب يعني مش كده برضو أعتقد عمل عملت شغل هو كان طيب أوي أوي يعني وكان ظريف والحمد لله يعني أنا باب عندي ما كانش عندك شروط في فارس الأحلام إن لازم تبقى فيه قصة حب أو تكون يعرفها أكتر من كده والله أنا لأس أنا يعني أنا أسمع طبعا عليهم طبعا خالص وبعدت ما عادنا مع بعض كذا مرة وبينا نخرج كلنا يعني كعيلة بقى فأخدت وقتوك فترة عارفة آه أخدنا وقتنا برضو بس مش كتير قوي وبعدين أنا عارفة بتبقى أصدر نصيب يعني قبل أي شيء أنا مؤمنة بالقدر يعني فده لو أنا مدى لما انجزرت لي كده كنت مرتاحة نفسيا أنا حسيت بالتوفيق لا والغريبة إن كان العيلة عندك بتحاول إنها تقنعك بتجوز زي أنت كنت رافض الفكرة حيث وكل ده راح لما شفتها منك يعني بيحكي لي كتير قوي بكسة دي بوله أنا كنت في يعني هو بصراحة وإزاي أنك المحمد الله يرحمه خالي محمد إنه هو عرفني يعني شفت طنطنات شفهم متى فعارف اللي أنهم عرايك وخبلك المفاجأة الحلوة يعني هو الحمد وبرضو جات بسرعة طبعا نسبيا يعني الحمد لله أي طيب لو هنتكلم بقى عن المجالات عندنا زي ما قلت في البداية أكتر من مجال ده بالإضافة للمواهب هنا في مواهب ترسم ورسناها للولاد كمان خلينا بقى نتكلم عن الولاد الأول إنهم مش معاكم أنا عندي محمد الكبير مستشار في وزارة العدل قاضي في المحكمة يعني وعندي آية بنتي الصغيرة مهندسة ديكور وعندي الأهم من محمد أحفاد أكيد غير الأحفاد عندي ابني محمد دكتور محمد جزء آية بالرغم برضو إن أنا لم أكنتش مواف عليه في الأول إيه السبب؟ زابط برضو؟ لا دكتور سيدالي أنا مكنتش راضي يعني والكلام ده لكن بعد كده بقى أغلى عندي أو في مرتبة ولادي على الأقل وبحبه جامل جدا وعندي مرات ابني اسمها حسناء برضو هم الأربعة دول ولكن أهم منهم أحفاد أحفادك طبعا أكيد حاجة تانية خالص الجد اللي بيدلع بقى على طول أو خط الجد اللي بيدلع يعني هو أسخن مني بجد صعب أو يبيحمد أنا كنت مش بيصدق كلام عز الولد ولد الولد الكلام ده لغاية ما شفت أحفادي يعني أنا أظن الاهتمام والحب اللي أنا بديه لهم أكتر من ولادي أو أكتر من الحب اللي كنت بديه لها يمكن علشان بيجولنا وقت النضج يمكن وخلاص بقى يعني لو فيه طي الشباب أو الرغبات اللي مرتبطة بالشباب كلها تب في مرحلة الحكمة صحيح العطاء أكتر الوقت اللي مكنتش بتقدري تواضي فيه مع أولادك بقى مع الأحفاد أكتر وخاصة بيبقى مثلا ساعة ساعتين في اليوم فبتبقى عايزة كل حاجة تدهل ومش أنت مش بتربي الجد أو الجد ما بيربي يدلعه يدلعه بس خلوني أقول ويعني وفيه شبه اتفاق على كده إن جلكو لحق الخير في كل حاجة حتى في العلاقة الزوجية مزاي دلوقتي فمعظم الجيل ده جيل بيتمسك ببعضه مكنش فيه ظاهرة الطلاق بالمنظر ده والشكل ده والنسبة دي فخلينا نسمع منكو أنتوا أكيد مرة تعليقوا عواصف ومشاكل وحياتك إيه اللي كان بيخليكو دايما تترجعوا تاني تتمسكوا وترجعوا تتملوا هي وتتواصل الحمد لله يقاسبوسي حضرتك طالما الإنسان رب ده قدر وده نقي يعني زي ما بنقول اسمه النصير والأولاد والأولاد طبعا فلازم الأم السلحية مسهلة كده انت حكما تكوني مثلا مرتبطة ما عندكيش أولاد سهلة لانا لو مش مرتاحة يعني ربنا حلل لنا ذلك لكن طالما الإنسان عنده أولاد دي زنباق الروح اللي بنجيبها فلازم الواحد يعني هو مراني تنازل يعني حضرتك شايفة إن طالما أخدنا قرار الإنجاب لازم انتهينا خلاص نحترم بتعملي حياتنا بقى أو الأرواح اللي احنا مصولين عنها لازم طبعا إن برضو الواحد مش بس مش أنانية يعني مش عشان سعد تحد معين طبعا في حالات ربنا أبححها طبعا بداش نتكلم فيها لكن لازم الأم أنا بقول الأم دايما إن الستة هي بتقدر تعمل كنترول على البيت وللأولاد وزي تستحمل هي أن ربنا سبحانه وتعالى إدى للمرأة كوة احتمال غير الرجل على فكرة يعني في الحياة فالجيل الجديد بتسرعه أنا ملاحظها طبعا أولادي متجوزين الحمد لله بس الفكرة لازم من الأم تعلمهم إزاي يحترموا البيت والأب وده علاقة والتربية نشعر فإيه سر إن أنا دايما لما بسأل السؤال ده أنا سألته قبل كده على طول إجابة جد بتيجي سريعة زي إجابة حريك جد سريعة جدا هي يعني لما بقول ليه إزاي تعديته الأزمات اللي بينك خصوصا في السنوات الأولى يعني للي أه طبعا فدايما ألاقي الزوج بيرجع السبب أقول لحضرك لي والفضل للزوج إحنا وصلنا دلوقتي لمرحلة سنية وفكرية واجتماعية تخلينا نقول الحقيقة يعني مش أنا السبب أنا بالعكس ده أنا اللي كان ممكن جدا يعني مجال عمل إيه يضيع أي جواز لأنني ما كنتش بشوفني يعني هي حضرتك يمكن كنت بشتغل في إدارة العامة المكافحة المخدرات أنا فاكر إن أنا فجئت بأن محمد ابني ده في السنوات العامة فجئت فجئت مش مثلا في ابتدائي لا في سنوية عامة ده عدى منك كتير أنا بكلم جد يعني في الوقت ده أنا لقيت ابني وبعد كده لقيت ابني بقى زابط قبل ما يروح للقضاء كان زابط أنا فين أنا بتاع بنتي بتتجوز عشان كده بقى بتعوضها مع أحفادك كلنا ما عملتوش مع أولادك نقيد 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 ما كان حا ده هو عبداللاطيف كان صعب جدا حد يعدي ما عنده القودة لو أو بيذاكر أو بيع المجلسل والدكتوراه ما كانوش نعدي ما أحفاده أقولهم جده نام حد شيء يدخل عنه كان صعب الشخصية غيرت طب خلونا بقى أقول أن من ضمن أسباب رفض يمكن ولد حضرتك للزواج في الأول أن في فكرة متاخدة عن الزابط عموما أنه صعب فعلا التعامل معه صعب لأنه بيتعامل طول الوقت مع تجار مجدرات مع مجرمين فبيبقى إلى حد ما التباعة ممكن تكون صعب خلونا نسمع الإجابة بعد الفاصل نقود الفاصل بداعوكم ليه وبداعو سيدا مشاهدين ونرجع نستكمل حد نحافظ على استقرار الحياة الأسرية بالتفاهم وبالحب وبالصدق باحتواء المشاكل وهي صغيرة نحاول أن احنا أي مشكلة تكون صغيرة نحاول أن احنا نحلها ما ننسبهاش لحد ما تكبر نحنا كلنا متفقين على أن الأسرة هي اللابنة اللي بتتكون منها المجتمع كله فلازم احنا نصلح ونشوف إيه الحاجات اللي ممكن تصلح المجتمع كله على أساس أن الأسرة دي تتصلح حسن التغطية لإدارة الأمور إزاي نحافظ على علاقتنا الأسرية إزاي نترحم مع بعض إزاي يكون فيه ود ما بيننا التفاهم ما بين الزوجين طبعا أهم حاجة ماشي ده طبعا لازم يكون عشان خاطر الأولاد عشان يكون فيه استقرار عائلي مثلا يعني لازم نماشي المركب شوية فالأطفال لما بيتربوا مع ناس متفاهمين بيحسوا أن هم برضو بيطلعوا أن هم عندهم تفاهم في كل حاجة يعني وده الأساس يعني عشان نحافظ على استقرار الحياة الأسرية المفروض أن يبقى فيه تنازلات شوية من الزوجة ومن الزوج ما يبقوش قاعدين لبعض على الوحدة يعني المفروض أن مع الضغوط اللي إحنا فيها وضغوط الحياة والمشاكل اللي إحنا فيها المفروض أن إحنا يعني نعدي الموضوع ما نعودش نقزم نعمل أزمة أو نفتعل أزمات الأسرة يعني هي منظومة صعبة لو الناس ما عرفتش تتواصل مع بعض وتفهم بعض بخصوصا فرق الأجيال فرق جيل الولادة عن الجيل الكبير جيل الأب والأم الأسرة عبارة عن مجتمع صغير فلازم نهتم بها نربي الأطفال أولاً على أسس دينية يعني نربيهم على الحلال والحرام مش العيب أهلاً بكم مشاهدينا مرة تانية بنستكمل حوارنا وحواره هو صريح أنا بقولك بعد الأهالي واخدين يعني فكرة أن بنتنا تتجوز صابت ممكن يكون شغله صعب ممكن يكون معرض للخطر وممكن يكون التباع برضو لأنه شغلة مش عادية مش روطينية مش مكتب قعد عليه عادي أو وظيفة عادية تنشن طول الوقت تنشن طول الوقت فده بيأثر على أعصابه صحيح فحتى حضرت بتقولي دي هو اختلف تماماً سنوات الأخيرة لأنه كان صعب صغير لأ هو مش صعب كصعب يعني طبيعة شغله لازم حيك تكوني مقدرة وطبعاً فيه طبعاً انت بتبقى طول الوقت بتبقى خايفة عليه من بنز المأموريات طبعاً بتبقى قعدة بتبقى مرعوبة في البيت خايفة عليه وخاصة في الوضع كمان الحالي الحمد لله يعني أي وبرضو زماني كان فيه أوقات في الثمانينات كان فيه ظروف زي كده في البلد كانت تاوى فالواحد بس بيتخض فالأبهات بس أو الأهل بيخافوا لكن بالعكس الزبر زي أي مهنة تانية أو أي راجل هو الشطارة بقى إن الواحد يبقى صبور ويحاول يعدي المواجهة كلها يعني بالعقل شوي طب قبل ما نبعد عن الناحية الاجتماعية وندخل في تخصصاتك كموظفين يعني عايز أعرف حضرتك بتشتغلي ووصلتي إنك مديرة وفي بنك من بنوك الخاصة يعني يعني صعب الشغل ما كانش معترض سابق تحقيق حلمك وتموحكك والله يا عبدالرطيف صراحة هو عشان عارف طبيعة شغله بيخرجه كده وده بينفع جداً لأنا بشتغل بس أنا حقيقة أحب أقسم وقتي فطبعاً ما عنديش الفرغ بتاع أي واحدة قاعدة في البيت فعلى طول كد أي من الشغل بنظم وقتي مع الأولاد وبعد كده هو يعني وفي أجازاتي بنعود كعيلة يعني مش كل وقت معنا بس إحنا بنعرف يعني الحمد لله أنا بعرف أقسم وقتي إزاي بدي تعلمتها في حياتي العملية وده أنا هو عارف أن أنا وهو متفاهم جداً طبيعة شغلي ويساعد بيتحمس معي أنا بتكلم العملة في التليفون بيكلموني في أي وقت طبعاً أنا بدأيها بتتكلم يعني أنا الحقيقة في فطرة الأخيرة عادت كنت عامل عليها فوكس يعني كنت أم لقيت الكم الواحدة بتحب شغلها يعني إيه يعني في فطرة الاقتصادية الاقتصادية اللي فاتت دي والدولار ومش عارف كان فيه عمل عايزين يسحبوا أي تمام ومش عارف إيه ويسحبوا بره وعمل أجانب يعني مش مصريين كمية الكلام والحديث واحنا بتحب فعلاً وبتشال من قلبها ونجحة إنها تقعدهم يعني نجحة إنها نجحها يعني كانت وخداءة عملية يعني تنافسية مع نفسها إزاي تقعد الناس دي ويتخلي حساباتهم معقولة أم الحقيقة دي فوقفت عندها يعني أنت وقفت عندها وقفت عندها كتير قوي هو ممكن الواحد بعد السندي كلها يكتشف شخصية شريكو حاجات ما كانش مكتشفة حقيقة حقيقة يعني أنا واحدة بتتكلمها أنا مرة ما نسهاش واحدة بتتكلم من لندن هي فنانة يعني مشهورة هنا تكلمها من لندن الساعة 3 بالليل في أمريكا في أمريكا سابنا كده هو أمريكا 3 بالليل أم أنا إيه ده يعني الغريب هي بترد عادي ما هي ده الغريب بقى الغريب إن أنا فجأت بيها ساعة 3 رح تغدى الموبايل وطالع برا عشان ما تدائنيش أو حاجة بس كنت سحيد خلاص يعني وابتدت تكلمها يعني أنا حسبتها تقريبا كانت من الساعة حولي 3 لغاية ساعة 4 لرب حاجة يعني فظيعة يعني عما قلت الستة دي أكيد يعني هي مش بتشتغل هي بتهوى هذه الوظيفة أو هذا العمل وإلا ما كانتش تبدي فيه وما كانتش وصلت برضو يعني إحنا برضو لما بنلاقي إنسان ناجح ووصل لمناصب عليا يعني بنلاقي إن هو مختلف وإداءه مختلف وإخلاصه مختلف لو حنبعد عن الواسطة يعني لو بنتكلم على كفاءة فاقه لا أعسي ما حايفيش واسطة بالشغل ما الواسطة دي ممكن فاقه بداية التعيين لكن هو شغل حيك كفاءتك ودائما في أي شغل عشان واحد دي يبقى ناجح يحب أو يحط نفسه مكان العمل هنا طبيعة كله معاملتي مع كبار العملة فأنا أحط نفسي مكانهم ما لازم أخاف زيهم يعني إحنا عارفين رأس المال جبائن طبعا فأيو حدي فلوسه رأس ماله فأنا أنت حط نفسك مكانه فبقى مستعدة دايما وبقنعه عشان أنا مقتنعة وعارفة إن شاء الله دي أزمة بسيئة إن شاء الله هتعدي هنرجع بقى الموضوع الأزمة وحتعدي إمتى وحتعدي ولا مش هتعدي لا إن شاء الله هتعدي وأنا بحب بس مع رأيي حد متخصص يعني أكيد هو يقول الرأي الأصح مني بس نيجي نتكلم عن الحالة الأمنية حضريك حضريك اشتغلت في فترة يعني حضريك على المعيش بقى لك سنتين سنتين يعني اشتغلت في فترة القلق كلها والأزمات وعدم الأمن والأمان وقبل كده بقى وقبل كده طبعا وفترة التمانينات والإرهاب برضو لكن خلينا نقول استعادنا الأمان بنسبة قد إيه وتقييمك إيه للأداء الداخلية عموما هو أنا عايز أقول لك حاجة هو بالنسبة للوزير الحالي اللي هو مجد عبدالفار نجح نجاح باهر في أهم شيء أنا في رأيي هيؤدي إلى استعادة الأمن بصفة عم ألا وهو إعادة الانضباط داخل الوزارة يعني لو إحنا لقينا معالي الوزير الحالي مجد عبدالفار نجح نجاح باهر في إعادة الانضباط وخاصة بين أوساط الأفراد يعني إحنا كنا بالنسبة كل شوية مش عارف أفله على مدير الأمن أفله مش عارف إيه الأفراد ومناء الشرطة والأفراد أم الحقيقة عاد الانضباط لهذا القطاع بالكامل وعاد الانضباط برضو بين شباب الزباط كان الوزير السابق حبيب العدلي كان يقول لك شغالي الزابط 18 ساعة علشان ما تخلهوش يعمل حاجة يعني اتقاء اللي شره يشتغل ما سيبوش روح يعني أو حاجة طبعاً ده نظام غلط يعني أنا أنا رأيي كان ضغط على الأعصاب ده ده ولد شاب صغير عنده مثلاً 22 سنة ما قدرش أحبسه يعني ما قدرش يعني لازم يبقى فيه عنده يعني نوع من ريفراش شوية عشان يقدر يكمل وخاصة من حقيقة الأمر ودي حاجة ناس يعني مش قادرة تكد بالها منها إن العمل الشرطي عمل الزابط أو حتى أمين الشرطة أو حاجة عمل في غاية الإرهاق وعلى فكرة غير مجزي مادياً يعني حضرك الزابط ما بياخدش المبالغ اللي بيقولوا عليها الناس اللي بتقول عليها دي أنا وده بيؤدي العواقب برضو تانية وسلبيات كتير أجداً يعني الحقيقة ابتدى برضو الوزير الحالي يديهم أحسن من الحالة أحسن من الفطرة اللي فات لكنه قاعد يشتغل 12 ساعة متفرق تماماً لعمل مهدد بالقتل مهدد بالإصابة يعني الحقيقة كم الإمبريشن على الزابط بيبقى كبير جداً المفروض يكون أعلى من كده وواحد يقول لي أعلى يعني إيه تعتمد آه أعلى لأنه هو سمام الأمن وسمام التقدم للحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية والحالة الثقافية والأمن من غير أمن لا هتلاقي اقتصاد ولا هتلاقي ثقافة ولا هتلاقي اجتماع أنا مش باعي على فكرة هو في بعض الناس يقولك أنت بتدافع عشان لا بدا أنا فاهم أنا رجل دارس ورجل أكاديمي نوعاً ما وعملي برضو وعندي خبرات وأنا بقول لحضرتك بدون توفير الأمن والأمان لا يوجد تقدم في أي مجال مهما كان نطلع لفصل بدعوكم ليه وبدعو المشاهدين ونرجع نكمل حوار ليه علاقة الأمن والاقتصاد علاقة وسيقة بينهم هما الاثنين هما الاثنين بيصيروا في طريق واحد كل مكان هناك أمن أكثر كل مكان تعجلة الاقتصادة تمشي أكثر كل ما هتجذب مستثمرين كل ما هتفتح مشروعات الأمن رقم واحد في انتعاش الاقتصاد لأنه أصلاً المستثمر بطبعه جبان لما بيلاقيش أمن بيهرب باستثمراته بفلوسه لو فيه أمن أساساً بييجي باستثمراته بفلوسه طبعاً ده شيء طبيعي متعرف عليه في جميع العالم يعني أن الأمن هو اللي بيخلي فيه استثمار وفيه اقتصاد قطعاً استقرار الأمن مش هساعد في الاقتصاد هساعد في الاقتصاد أولاً نمرها واحد السياحة الاستثمارات هيخلي ناس كتي هيوجد فرص عمل كل ده هيقلل البطالة كل ده هيساعد على الاستقرار كل ما زاد استقرار الأمن كل ما زاد استقرار الحياة في حد ذاتها كل الناس بتحرك بطبيعية كل الناس بتشتغل استثمار بيزيد حركة بتزيد معمار بيزيد علم بيزيد استقرار الأمن في البلد بيخلي البلد الشعب كله بيبقى مطمئن داخلياً وفي نفس الوقت المستثمرين للأجانب عشان خاطر أي حد يعمل أي تجارة أو أي استثمار في البلد أنهوات أو في أي لازم يكون المناخ آمن رقم واحد هو ده هيدور على الربح بعد كده ويقدر ينم تجارته ويقدر يوسحها بأي طريقة أو بأي شكل احنا عايزين نتكلم مع حضرتك في تخصص تاني مهم جداً وهو أن حضرتك أستاذ إدارة أزمات عيفاً وأنا بيتهيألي أن معظمك لازم يدرس إدارة أزمات صحيح مش كده لأن مرتبطة جداً بشغل الأمن جداً جداً بس عايز أتكلم مع حضرتك الأول تخصص مختلف بقى تماماً أنا بيتهيألي التخصصين دول بيوضيفوا للعلاقة يعني وده هتكلم معاك وفيه بعد كده يعني عندكم مواضيع دايماً تتكلموا فيها مختلفة حضرتك مديرة بقى حد البنوك زي ما قلت وطبعاً كل القرارات الأخيرة الاقتصادية من تعويم جنيه لدولار ارتفع يعني وده حديث يعني الناس كلها الساعة الساعات كلها والأيام كلها لدولار بينزل وعين بيرجع يطلع تاني معارضه طلب حضرتك متوقع إيه يعني الواحد ما بقاش فاهم الفترة اللي جاية متوقع يصعد ويصفكر يعني ولا يرجع زي الأول ولا إيه هشو في حضرتك ما فيش أي حد هيدر يحكم أو يقولك الساعر هينزل ولا يطلع أنا دي عملية عرضه طلب تاني حاجة نهاية كتأزمة أنا ده رأي الشخصي وده يعني نسبة كبيرة من خبرة بيقوله الحدد دي إنه كانت ساعره ما كانش حقيقي ما بيوصل لعشرين وتسعتاشر بوينت وحاجة ده من الساعر الحقيقي فعلا الفكرة كانت الفترة اللي قبل التعويم كانت مفتوحة بس لا قبلها بسنة كمان كان ممكن أي سلع الاسترادية فالاسترادية بيعايزين على طول تدبير عملة والعوام بيملقوش في البنوك بيشتري من السوق الموازية الفكرة إنه ابتدوا يعني يعملوا زي بيعملوا بيرشادوا الحدد دي فبقى البنك المركزي صراحة نزل لستة معينة السلعة الأساسية ونبتدي نحد من إنه إحنا أي حاجة مفتوحة نستورة مواد يعني مش أساسية بقى المواد اللي هي بتخش في الصناعة طبعا لها تدبير المواد الغذائية هي الحاجات السلعة الغذائية الأساسية فبالتالي الطلب عده ما بقى زي الأول فطبعا ومش أي حاجة مش فاتحيني عملية الاسترادة اللي هي الحاجة إلى العملات الأجنبية فبالتالي إحنا هيبس سعر الفعلي اللي هو في السوق دلوقتي حسب مدام الطلب عليه قال هينزل السعر فأنا بقول أولا ده السعر الموجود دلوقتي حاليا برضو ده سعر مش الحقيقي يعني طبيعي أما عجلة الانتاج يعني أكيد هيعلم أكيد هيعلم بس هو وصل أصلا لسبعتاشر ونزل خمستاشر بوينت حاجة وستاشر وشوية بعدين خمستاشر وبعدين يوم يطلع ده بيطلع وبينزل عارفي حقيقة ده فعلا عملت عرضه طلب والحقيقي إن هو مدامج ده كمان سعره الحقيقي إن الدولار برضو أنا بقول رأي الشخص إن ماكسمم الدولار يبقى 12-13 ده حقيقي يعني ممكن عشان هيوصل إنه يستقر عند 12-13 ده حسب السوق طبعا إحنا ماشيين بنفس الاتجاه وتمنى والله ده الحبر سعيد ده جميل جيد ده بعد أجل إيه بعد كم سنة يوصل 13-13 لا ده طبعا حجم ما لازم برضو ما يبقاش كله اعتمدنا على الاستيراد لازم إحنا نبقى زي ما كنا زمان بقى اللي بيقولك زمان مصر زمان لا مصر كان فيها إنتاجة زراعية برضو الصناعي جينا فترة كنا متفوقين فطبعا إنت حجمة تعتمد على على مواردك الأساسية مش موارد كلها استيرادية طبعا مش هتحتاجي العملة الأجنبية دي هيبقى احتياجك الحاجات اللي تخش في إنتاجك ليه بتشغلي بيها ناس وصل أقصى طموحنا ان احنا نتمنى انه يثبت عند 12-13 يعني ياشو الحالة وصلت بيننا نتمنى كمان وان شاء الله يبقى احسن خلينا يعني نربط هنا ارتباط مباشرا يعني انت يقلي انه مباشر بين الحالة الاقتصادية وتأثيرها على الحالة الاجتماعية على فكرة هنبدأ نقول ظهر الطلاق هنبدأ نقول ظهرة عنوسة بيأثر سوق العلاقات بين الأزواج التوتر اللي بين الناس الغير طبيعي والأخلاق طبعا اللي ظهرة والحالة الأمنية وحوادث السرقة والخطف وما إلى ذلك فحضرك دارس إدارة أزمات فأكيد لامس الارتباط ده أولا إدارة الأزمات يعني ببساطة جملة لها مرحلتين مرحلة ما قبل الأزمة ومرحلة ما بعد الأزمة قبل الأزمة زي الزوج والزوجة الطلاق هي مقطة الأزمة بعد الأزمة بيبقوا مطلقين مش أزواك عم بيبقى الأوضاع والمشاكل اللي موجودة قبل الأزمة هي غير ما بعد الأزمة بظبط كده الأمن اللي بيحصل إيه في الأزمات اللي هي الطلاق العنوسة نتيجة أزمة بتحصل دي أزمة اقتصادية وأنا رأي أنها أزمة أخلاقية بجانب أنها اقتصادية تزعليش بني حضرت برده تبقار يعني والطمع والجشع بس برده هنا الرقابة لازم تشتغل ما هي أزمة أخلاقية أخلاقية بيخش فيها الرقابة يعني أنا مرة يعني هقول لي حضرتك حاجة وبدون دخول أو يعني الكلام في أي حاجة لما يبقى المثل الأعلى لشباب كتير مش عارف اللي يعمل شعره إيه ده ممثل يثبت يقول لك أثبت إيه ده يعني أنا عايز أقول لي حضرتك حاجة إحنا زمان يعني برضو ده جلنا كان كان ثلاغ الأعلى مثلا جمال عبد الناصر مثلك الأعلى العقاد مثلك الأعلى حسنين هيكل بالرغم أن أنا حتى النجوم يا فندم كن مختلفين يعني هدف قلت ممثل طب اللي الممثلين كان مختلفين رجل وفاق كن ش Cada ده لا أحد 감ز شف يا أمار الشريف شف يا أحمد رمزي طب أحمد رمزي كان بيمثل برضو الولد الشغي اللي بيدرعب اللي بتاح لكن جان يعني تحبي تلبسي أنا فاكر كان بيحط مدالية هنا كده كلنا كنا بنحط المدالية دي في الكلام ده يعني حدا بيحتزى بيها حسن يوسف نحب دمه خفيفه وإزاي الخير بينتصر في الآخر وإزاي أن دايما الصح كلها دايرة يا فانت يعني مش بس الاقتصاد وتأثيره على الحلال الاجتماعية والحوادث والأمن كلها دايرة والفن بيتأثر طبعا ما تقدرش حضرتك تقولي يعني مثلا واحد مثله الأعلى البنات كان مثلها الأعلى في الفطرة بتاعته يبو زي سلوح جازي زي أماني ناشد دخلنا في المزعال بصفة عامة البنات أو دكتورة مش عارف مين يعني انت فاهم حضرتك كان في قضوة وفي مثل أعلى اللي بيقدمه مين الآلة الإعلامية طب إدارة بقى الأزمات بتتصرف إزاي يعني هل هو علم بيدرس طبعا في المكتب زي البخص العلمية ولا انتوا فعلا ليكم خطة بتتنفذ على أرض الوقت يعني احنا في حالة أزمة أيها أزمات احنا لسه ما نقدرش يقول احنا رجعنا لا 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 يعني ما فيش حوادث لا 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 لسه احنا مرحلة حارجة ايه فهل في استنفار هل يعني الدخلية دورها مهيب مقاوي في زي دور الرقابة زي دور الدولة والحكومة مهيش شك متفق معاك تماما دور الدخلية يعني لازم أداءها يبقى استثنائي والله يا هنم الدخلية دورها ببساطة كاملة حاليا يعني الله يكون فانا انا مش بدافع عنهم الله يكون فانا اول حاجة الدخلية بتخرج يا جبعة من عنق الزجواجة حاليا او خرجت الحمد لله بتستعيد مكانتها محتاجة الفطرة والوقت والدعم المادي اصلي خلي بال حضرتك هو زمان يعني مع احترامي جندي بتاع العسكر الدرك ها ومين هناك ده كان موسف وكان عامل توابع كان بيحسس بالامان طبع كل حي فيه ازاي نرجع احنا هيبت واحد يقول لي هيبت يعني اه هيبة لازم يكون العسكري ده هيبة طب ازاي نرجع الهيبة هل الهيبة مرتبطة بإن بتطبيقه اداء الزابط يبقى فيه مثلا بعض العنف لا 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 مين الكده ولا بالعكس بناء بالقانون بالقانون كان فيه بتطبيق القانون وتضربه ما فيش أي حاجة بالعكس الزابط اللي بيدرب دليل ضعفه وفراغه ايه الزابط اللي بيقدر بالمنخشة وبالتحقيق وبالتحريات هو اللي يوصل هو الزابط جيد ايه لكن برضو يعني حدرك عشان ما نبعدش عن الموضوع الاساسي ان سبب الزواهر الاجتماعية الاجرامية اللي موجودة حاليا ضعف فيه النوازع الاخلاقية سواء في الاسرة او في الاعلام او في التواجد الامني في الشوارع لان برضو احنا التواجد بتعلم بزي زمان ايه حتى هزي اللحظة ايه اللي تعادت بقى ولا طبعا ضعف امكانيات برضو يعني خلي بالك يعني الحمد لله اظن ان فيه حاليا فيه امكانيات كويسة جدا يعني تالي يعني من خلال مشاهدة مش من خلال معرفة يعني حدوك بعدت عن لا 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 ابدا ابدا لا يعني ملاحظاتك دلوقتي كمواطن عادي شايف بعنيك كمواطن مش كمعلومات شخصية عندي معلومات شخصية بس يعني ايه ايه اصحاولك حاجة الزبط بيفضل زابط سواء في الخدمة ايه سواء في المعاش حتى لما بيموت انا متالي بيفضل زابط الزباط يعني احنا بمعنى علاقتك ببعض علاقتنا ببعض علاقتنا بالجهاز علاقتنا بالانضباط اللي داخلنا يعني انتفاهم حضر فيه حاجات كتيرة جدا بتخليك ليكي كينونة معينة وشخصية معينة وتفكير معين واتجاه معين سلوكي الزبط او زوجة الزبط وزوجات الزباط كلهم اكيدا عندهم سمات مشتركة في تأثير الوظيفة على الزوك في البيت عليك انسان وزوج فنقول ايه يعني بيتميز بايه لا هو الزبط شوية يعني بتبقى هو طبيعية شغل بيبقى سترس على طول طبعا وعنده الزبط يعني ما يقولت قوليه مثلا راجع من الشغل ساعة أربعة خمسة ستة يعني عايز ستة ستة لو ستة ونص بيتخض بيبقى صعب شوية بيبقى إزاي لولاد ناموا طب ده الساعة تسعة يعني هو الزباطي او اول حاجة اهم حاجة بمرات زبط الشرطة انها تكون صبورة وتتعاود يعني ممكن اي زوج متأيقل اه انا متأيقل مراته او زوجته تبقى صبورة اه ده لازم وهو بعدين لازم مرات الزبط بالذات يعني ممكن انت مش زي اي اعلقة تانية انحنا نسافر مع بعض يعني او اقصى حاجة كان يوصلنا يوصلنا بس ويقعد معنا نفس اليوم يتطم اني احنا عاديين كله تمام مش عاديين حاجة اشوفه احنا مروحين لو انا مسافرين برا بصراحة الاخر وقت ممكن يلغي السفر معايا حصلت وحصلت يعني فريسة بين اه ما عارفش يطلع هلي لقى عندنا توارق فانا مش هقدر شوفي حد يطلع بدالي شوفي اختك وكان ابني بقى بتاقلمي نفسك بقى انت بتزوجة انا بقى اقلم خلاص عاودت نفسك عاودت نفسك وبتبصي للمزايا بقى لا اه طبعا ولا مع ولادي الحمد لله يعني هم عارفين ربا في جاية مثلا بعض الدور جايس عايزين مش عايزين دوشه في البيت خلاص ده هو جي نسكت يعني ضيف بقى خلينا بقى بزرد نعمه اه يعني الحمد لله بس هو كان برضو في حاجات يعني بيعلمها لابني فبقى سيبه شوية هو حبيبه حقيقي برضو في الشرطة بس انا بعد كده اقنعناها الحمد لله يروح يبقى قدش نبدا من مجال ده شوية اي شايف انه خطر دلوقتي والله يا سيديش غيره اه فانا كنت دايما معروبة ان انا عيشت له قلق ده مع بابا فكنت خايفة عليه بس قبل القلق ده راح هو راح هو من زمان هو بقاله عشر سنين خوفا من اللي انا شفته هلنقل ومش النقل والإدارات وحب الشغل يعني بيبقى إدمان حب الشغل اه ما هي مدمنة بتحصل لكو حالة ايه يعني هل انت بتلبي الأوامر بكتر الشغل ده ولا لأ لا ده بيعيش انت بتعيش فيه وبتتوحد معاك ده اه انا شوف يا حضر السلطة حب السلطة ابدا الوظيفة دي بتخلي برضو فيه عايز اقول لي حضرش حاجة ما فيه السلطة وإحنا بنمارس عملنا ده فيه مسئولية يعني أنا أنا بقول لحضركم لما ننزل يجيب تاجر مخدرات مثلا من البطنية وتلاقيه ممكن نضرب طلقة تيجي فيك أو حاجة ما كانش إرهاب بالشكل ده كان فيه ايه بس ما كانش بالشكل تعمل في التمانينات أنا فاكر اه كان فيه ملجة اغتيالها زباط الشرطة وانا كنت ساكن عمل بيتك فيه كوريدور طويل كده اللي هو بيطلعه من الشارع عما علشان أطلع مش عارف أحضر المسدس وأروح رايح وبص الشمال وبص لا طبعا يعني حالة رعب وقلق يعني مش رعب يعني قلق عدم أمير يعني أنا عايز أقول بس حدريك حاجة كلمة اللي السلطة ومش السلطة هو على فكرة احنا ما بنمارس السلطة بعضكم هخلينا أقول أن كل وزارة كل هيئة فيها كده وفيها كفيه اللي بيستغل ممكن وظيفته وفيها الاستحالة يعمل كده يعني مفهوم الاستغلال الوظيفة مثلا أني أنا أروح مثلا أي مصلحة أو حاجة أنا فلان الفلاني علشان العمال بتاعتي تنتهي خدماتي يعني طبعا ده المفروض ده المفروض يعني ولو يعني أنا هتفع معاك أننا ده المفروض المفروض في كل مكان أنا على فكرة ما قلتش كده أنا ما قلتش أن الخدمات دي ماشي أنا بتكلم على استغلال سلطة معنا أن مش كلنا بنتعامل حضريك نتعامل مع المواطنين أي مش كل واحد بيتعامل مع المواطنين بنفس الأسلوب طبعا من طبيعة مشارية حضريك بتقول أن فيه ظابط ممكن أن هو ينفعل أو يكون منفعل هو عصبي أصلا أو هو عصبي أصلا فيه غيره لأ فإحنا ما منقدرش نقول لفظ كل ما قدرش أعمم ما قدرش نعمم التعميم مش مزبوط ده في كل مكان يعني وأنا يعني أنا أقولي استادتك حاجة هل الظابط أنا مش بدافع عنه زباط برده أنا بكتقول واقع أنت حالك بتشوفيه هل الظابط اللي مرمي في الشارع ده في المرور هقولك المرور واقف على حلو أربعة أنا دلوقتي بقيم اللي فات يعني أنا يعني بعمل فلاشباك كده على اللي شفناه أقول الله إحنا استحملنا ده كله إزاي يعيني عليك يا أولادنا المرميين بجد والمواطنين بيستحملوا يا فاندم برضو طب أنا حسألك أنا معاكي طبعا أنا معاكي طب أنا حسألك سؤال المواطن المواطن اللي يواجه الظابط زي ما حضرتك بتقول من الظباط مثلا الشباب اللي هم لسه مبسوطين بالمهنة بيجوا مختلفين عن أجيال بتاعتكم أحيانا ببساطة جدا هيروح لأقرب الظابط موجود معهم كبير بس ببساطة جدا لأ فيه تجاوز من الظابط صغير أو أمين شرطة أو 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 هيتجل الظابط الكبير أنا بأكد لحضرتك إن الظابط الكبير هيجيبه على طول بياخدوا الأمور لا هيفهمه طيب يا مش عارفيني الكلام ده أنا شفت بعيني مرة مشكلة من سواء تاكس وسواء تاكس على فكرة يعني أنا أنا كنت عايز أنزل يعني بجد يعني أعنفه يعني مثلا من العربية بتاعي لقيت زابط أنا عجبت بي جدا يعني كان هنا في التحرير أظن مقدم أو عقيد مش فاكر يعني بياخدوا بكل سلاسة وبالراحة وتعالى ومش عارفين طبعا مش كل كده طيب نرجع نطمن على اقتصاد ونقول الدولار الجمركي وهو نزلوه نزلوه السكر آخر حاجة كانت لسه يموت خميس أنا لسه أريها يموت خميس بقى بعشرة جنيه وشوية يعني كواس قوي من 14 جنيه يعني بتأثر فيه طبعا هو هي طبعا أنا بقى قول جاشة على الطجار ليه على أساس هما برضو الزيادة اللي عملها هو وهمية يعني أن أنت حيك أي حاجة بتشتريها يقولك الدولار العليل طب انت اللي دخلك بالدولار ده طب هل الدولار الجمركي تأثيره فقط على السلع السلع اللي بنستوردها آه طبعا ولا تأثيره على حتى المحل السلع اللي ما هو أي حاجة ما أي سلع بتبعيها بتاخدها بقى لو بتستوردها على طول ما بتعديش انتاجها ما كله مرتبط بدايرة واحدة فطبعا فطبعا هم ده منزل مفروض أوتوماتيك انت بتقولي المواد الخامدي اشتريتها بسعر معين أقل هيبقى ابتدي أبيع بالسعر ده لها نسبة هي الفكرة ان حضرتك بيزودوا مش الدبل أكتر يعني حاجة بتلاقي السلع هزادت فعلا بنسبة فوق الستين سبعين في المية المدارس المدارس الانترناشنال والناشنال بزودوها ما برضو يا أستاذ إدارة الأزمات ما هو بيعمل لنا الأزمة دلوقت نعمل إيه وأي رقابة وأي جهة هي اللي بقول حضرتك جت على نقطة المدارس لا ده أنا عايزة أقول لحاجة لا ده أنا عايزة طبعا مش كل المدارس كلها بتدفع بالدولار وبنستديني إحنا كنا بندفع بالمصري آه زودني والحاجة غيرت بيقولك الكتب ما هو ما لقوش حاجة يعلوها فيها يقوله الكتب يعني الناس هتلاقيها في المعيشة اليومية ولا في المدارس والتعليم أنا عايزة زود حاجة حكاية الدولار دي انت بتلاقي العمال المهنيين يقولك أنا بأخذ كذا تقولي يولي يا ابني ما الدولار عالي ما هو مش عالي دولار شو بحضرتك سباك يقولك الدولار المدارس بحيلي بس اقول حاجة مفضل أنا كنت متفرج على برنامج فوجئت بعض الناس بيتعمل مدخلة يقولوا ان مديرة مدرسة او صاحبة مدرسة او ايا كان اللي بتاع علت 25 ألف جنيه مرة واحدة فوق المصاريف اللي هي معجودة المدارس دي مين اللي دخلها مش كلهم مليونيرات مش كلهم الهاي فيه ناس بتصرف كل ما تملك عشان العليم ولدها تقول باستثماري في ولدها بالزبط أنا والدي كان يقول كده مش شرط على الفكر لا 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 ولد يعني احنا لو قولنا ورجل بتشتغل إعلامي ومراته دكتورة او العكس إعلامية وجوزها دخلهم مهما كان محدود اي ام لما اجي اقولهم انتوا زيادة 25 ألف جنيه هجيبوهم منين وبعد كده هم من حقهم انهم يعلموا لدهم كويس وبعد كده انت متفقة على سعر معين ما تأثرش بالدولار ولا بغير دولار لكن الجشع الجشع عملية جشع فظيع جدا وقال لا لا واستغلال النقاط عشان تهرب من المسئولية ومع الاسف ان لا يوجد مواقف صارمة من الحكومة تجاه هذه الخروجات يعني اقول لها حاجة هذه حاجة غريبة جدا طبعا يعني اقول لها حاجة جشع وجشع تقار ورقاب عليه والسلع اللي بتزيد بطريقة كل يوم كل يوم انت عندك سعر مختلف للسلع بالضبط التعليم تعليم عامل حاجة سعر لقوي السيطرة يعني رقابة انا بقول لها زي ما البشر بيقول كده بيرجعوا للدولار يعني انت برضو الحكومة ما هو احنا شفنا ان الوزارة نزلت الدولار الجمركي بقى بخمستاشر وشوية طب انت اصاده هم منتظرين هم كل الناس بتتكلم عن ان ده مؤقت لان ما عندكيش في البلد حرقة اتصابية ولا انتاج ليخلي النزول ده مفهوم حقيقي عشان كده زي ما نحط الحك في الاول هي ده السعر العالي بتاعه كان وهمي وطبعا لا مش وهمي نتيجة عدم انتاج لا وعدم انتاج وجشع كانت الناس بتعتبرت الدولار دي السلعة هو مستلعة الناس بقى تقولك دولة الفلوس يعني بيجوا البنك هيموتوا او يجيبوا منبرة يعني يقولوها فيه كنترول حقيقي من البنك المركزي من محافظ البنك المركزي كانت البلد يعني كنا ضاعت ان الوصل كان هيوصل لتلاتين جنيه وفوق العشرين الفكرة ان الناس بقت عندها هلع معتبر الدولار دي سلعة هو مستلعة وكل واحد بيفكر في مصلحته فقط انا ما عندناش دي مشكلة تانية طبعا اجتماعية ما عندناش الثقافة حتى بين المثقفين بتاعت المصال العام لبلدي صح لازم تبص البلد في الاول قافل نفسه على وصريته قوي حتى في عمل الخير حتى في العمل التطوعي والاجتماعي مش يعني اصبح موجود دلوقتي اكتر من الاول لكن نتمنى ان هو يبقى اكتر من ان شاء الله التفكير خارج القوقعة بتاعت الانا وولادي ومن بعد التفكير لا اقول حاجة حاجة شموم البلد لا لا اهم حاجة بس يا حضرتك يعني اهم حاجة ان كل واحد زي ما حاجة كنت بتسأليني الدولار الجبروكي ما نزل هو مفروض اوتوماتيك انا انا اشتريت مواد خام بمواد اقل ابتجي انزل لكن للأسف الجشع احنا طبعشان كده تلاقي على الموظم الناس بيقولك حاولوا ما تبينوا زي ما دلوقتي حاصل رقود في السيارات وبتدوا ينزلوا علشان الناس وده بنزلوها مش عشان حاجة انه عنده ستوك وبرضو السلع المعمرة والحاجات التانية بتدوا الناس تنزل عشان عنده ستوك احنا لو برضو لازم ما هي حلقة يعني حلقة يعني مع بعض كله ماشي سبحة لو فكت هتفكع كله فلازم كل واحد يقدر الحتة جاشا نبن افضل عندك تعليم تفضل اهم حاجة انتو قلتوها اقولنا التعليم اه طبعا التعليم شوف يا هنم اساس تقدم هذه البلد التعليم احنا ابتدينا يعني مع الاسف يعني نتأخر عن الرجل وبتاع جامعة القاهرة كانت من الجامع من جامعات الاولى على مستوى العالم دلوقتي المية وحاجة ومش عارف ايه من حق الناس لهم يتعلموا ما تماش تجارة لان التعليم ده هو شوفي الفرصة الوحيدة لمصر هي التعليم ايه ولما بنراجع البلاد اللي تدورته كان بتمر بظروف زينا واسوأ بنلاقيهم يهتموا بالتعليم انا عايز اعلم مش يجي يقولك تلاتين الف وخمسين الف زيادة ايه ده مشكلة ان احنا كلنا عارفين الحلول والمشكلات وعندنا اقتراحات واجيها جدا ومتخصصين وكفاءات لكن مش عارفة التنفيذ الحلق اللي بين التنفيذ والكلام والافكار لما لازم نبتد انت ادارة الازمة ما قبل وما بعد ببساطة التعليم ايه الاسباب اللي تأخرت فيها كلنا عارفينها ازاي بقى بعد الازمة ان احنا نحط الافكار دي او الحلول بالزبط كده وعندنا تجارب بتحققات ممكن نطبقها زي ما هي انا بشكر حضرتك سيد اللواء الدكتور عبداللطيف البديني مساعدة اول وزير الدكلية السابق واستاذ ادارة الازمات بشكر حضرتك استاذ ابتسام درويش بوديرة باحد البنوك بشكر مشاهدنا على متابعتهم لينا والى اللقاء الاسبوع القادم حلقة جديدة واسرة جديدة من بيت العيلة اشتركوا في القناة